كلمة المناسبة هي المقعد الذي زوره دريس بصري وزورته وزارة داخلية ممتلة في المكتب سويت خبرت لي ربما كان شي رمام راكي عطلوا العملية دي الإحساء وراكي عجنك لها أهم حاجة هو أنها تخرج تتاقضي المحضر تقريبا تل حدود الساعة الثالثة صباحا كنظن أو الرابعة الى فهذاك الوقت بقي مخرجاتش وبقي مخرجاتش النتيجة مني رجعت للسيارة مع المرافقين ديلي خبرت لي ربما كان نية ديال تزوير ولكن إذا كانت نية ديال تزوير لصالحي لن أقبل هذا المقعد يعني قبل أنه فكان هذا هو القرار وبنسبة لي هو القرار ليس نسجم مع الاختيارات ما يمكنش نكون وحنا فهذاك احنا في شبيب الاتحادية أنا داك كنا رافعين شعار ديالنزاة الانتخابات وكنا مع الشعار ديالتناوب الحقيقي هو الذي تفرز صناديق اختيارات شاهدين الأعزاء أهلا بكم سعداء بأن نزف لكم خبر ميلاد برنامج جديد ضمن دائرة مواد وبرامج اليوم 24 برنامج تحت عنوان ليام اليام يطمح إلى أن ينامس جوانب من ذاكرة وتاريخ المغرب المعاصر وذلك باستضافة نساء ورجال أسهموا في بناء المغرب المعاصر أو على الأقل كانوا شهودا على أحداث ووقائع كان لها الأثر في بناء هذا المغرب المعاصر سعداء كذلك بأن نستضيف في أولى حلقات هذا البرنامج الأستاذ محمد حافظ الأستاذ الجامعي أستاذ اللسانيات بجامعة الحسن الثاني بالدار الرضاء والمناضل السياسي مرحبا بك الأستاذ محمد حافظ مرحبا شكرا أستاذ صافي النصير على هذه الدعوة الكريمة في هذا البرنامج الجديد وفي هذه الحلقات الأولى ويستعدني أن أكون من بين ضيوفه الذين يطرحون ما عشناه جميعا خلال هذه المرحلة أستاذ محمد حافظ طبعا أنت أستاذ جامعي كيف قلنا جامعة الحسن الثاني بالدار الرضاء أستاذ اللسانيات أنت مناضل سياسي لكن تجر وراءك طبعا واحد المسار حافي كمناضل في الشريبة الاتحادية من الدرج ثم أصبح فينا راديكاتي بهذا العام درجتي أيضا في العمل الصحفي في الجريبة من الشراء اللي كنت فيها طبعا رئيس تحرير مدير تحرير فيما بعد كنت أيضا رئيس تحرير الصحيفة كنت أيضا رئيس تحرير الحياة الجديدة قبل أن نتحدث عن إصدارك الجديد للاشتراك مع أستاذ أحمد بوز يوسفي الذي عشناه أوراق من زمن السياسة نريد أن نتحدث عن محمد حافيب قصة المقعد البرلماني الذي تقال أن الدريس المصري تشرف وتفضل وهده لك ما هو قصة هذا المقعد البرلماني؟ في الحقيقة الحدث الآن أكثر من خمسة وعشرين عام أظن حوالي تقرب من دخوله سبعة وعشرين سنة وأصبحنا نتحدث عنه لسا بالأشهر أو السنة وذلك بالعقود كان أظن لنا الكلمة المناسبة هي المقعد الذي زوره دريس بصري وزورته وزارة الداخلية وزورته الدولة لأن بحقيقة دريس بصري كان ينفيد قرار مركزي وانتخابات كانت من الخصائص دياله انتخابات فلوانية تزور انتخابات يعني 1997 لا يمكن للمتل ذلك تزور أن يكون هدية حتى إذا كان هدية فهو هدية بسموه ما يعني أنا الكلمة المناسبة هي تزوير وكان حاضر هذه المشكلة تزوير في الممارسة يعني ولكن لربما يستحابي تفهم الناس كانت تخسر في الحاملات الانتخابية مليار الفوز بمقعد انتخابي وانتاجك مقعد انتخابي بهذه السهولة وهذا أولاً ما تداعي التزوير كيف تقول أنت وكيف رفتت انتهت المقعد هذا وهذا مني كان رجعه لهذه المرحلة كانت الممارسة السياسية وانتخابات ضحية تزوير يعني كانت جميع المؤسسات التي تسمى منتخبات مشكوك في الأدوية لكن تزويره هي يعطي المقعد لأنه حينما يزوير يزوير يعطي المقعد لشي واحد فالمشكل لي كان هو أنت عشريك كان دائماً أنا ذاك كان ضحية تزوير وكانت من المين المطالب السياسي يطالب بها انتخابات نازية ونحن نتذكر في هذه المرحلة إذا رجعنا شي شوية الوراء فكان الملك الراحل الحسن الثاني اقترح يعني على المعارضة تشارك الحكومة وفشلت المحاولة الأولى اللي كانت 1993 يعني بعدما قدم راحل عبد الرحمن اليوسف في استقالة ديله مشالكان المطلب يعني اللي والله والمطلب الجوهري والمركزي دي الالتحاد الشراكي دي ال القيادة دياله وانداك والقواعد دياله وانتخابات نازية وهذا والله عنوان دياليك المرحلة بالنسبة لي نحن من اللي كنا من اللي كنا نرفوعات الشعار من ناحية السياسية من ناحية الأخلاقية ممكنش تطلب تكون كالطالب انتخابات نازية وحين يزوروا لصالحكات قبل تزوير وهذا من المشاكي الأولى اللي برزات في الممارسة ديال الاتحاد الشراكي انداك لأنه الحكومة التي ستنباتقه على انتخابات دين سبعة و السعين واللي سيكون عبد الرحمن اليوسف على رأسها لم تتنباتق عن انتخابات نازية وكانت زوير في انتخابات دين سبعة و السعين وكانت زوير لصالح الاتحاد الشراكي هل أول مرة يتم تزوير لصالح الاتحاد الشراكي؟ السؤال هو لأول مرة كيتم الرفض للمقعد مزور ولكن لأول مرة كيتم تزوير هذا في حقيقة دائما كانت عندنا يعني تساؤلات بشأن عدد من الناس ولو سكنين في برنامان وبالمناسبة يعني من رجوع لديك المرحلة ليس صدفة أو مصادفة جميع الأمنة العامين للأحزاب من كتر الشحوق يكونوا في البرنامان إلا استثنين الحالة ديال عبد الرحيم بو عبيد حينما عقب لأنه رفض تماما ولكن يعني بمجرد ما يكون عمي العام كيتر الشح يكون في واحد العين من البرنامانيين اللي دائما ساكنين في البرنامان فكنتظن بأنه وش أول مرة كيتزوير لفائدة 18 كيلة أظن كانت زوير و كانوا الناس كي قبلوا تزوير والحدث في سبعو السعين نفسه كين الناس بقوا في البرنامان ومقاعد مزورة لفائدة سهم وربما هذا الموضوع فائزين باسم الاتحاد الاشتراكي كنت عرفهم؟ جار الحديث عنهم وعن أسمائهم ولكن لإعتبارات ما كان يش نذكره اسمه ولكن أنا كنظن أنا كنعرفين أنه قيادة دي التعاشة عرفهم؟ عبد الرحمن يوسفي نفسه عرفهم لأنه قدمت له أسماء هؤلاء كانت شكلة واحد للجنة دي التقصي عقب الموقف الذي تخدته وكان من بعد المرحومة محمد أديب اللي كان قيادة في الكون في دريل الدمغراضي للشغل بعد أيام كذلك والشيء أربما مرة تحدثنا عليها في الكتاب يعني كان نقاش تحطات أسماء واللجنة اشتغلت ولكن ما على الأسف لم يكتب لها أن تني أشغلها وأن تعرض تقريرها واللقاء الذي فصلت فيه فصلنا فيه في الكتاب وحينما التقينا أنا ذاك عبد الرحمن اليوسفي بان بأن اليوسفي أنا ذاك انزعج من أن يقدم عدد من الاتحادي الذي أعلن فوزهم مثلا عن رفض المقعد البرلماني ويكون مشكلة بالنسبة لي لأن الترتيبات كلها تم تهيبها لكي يتحمل الاتحاد السلكي المسؤولي على رأس الحكومة في 2008 كيف اجتمت؟ هذا الموضوع في حقيقة في حينه مباشرة عقبة ما حدث في تلك الأيام مسألة بسيطة جدا أي واحد يترسح الاتخابات إذا نجح هو يعرف رأسه نجح أنت ترشحتي و أنت شاب ترشحت بالمناسبة أنا رشحت من طرف إخواني في الفرع على مستوى المنطقة التي كنت الفرع الذي كنت أنت سيبولي هو الفرع سيدي عثمان في جمعين عام وبالتسوية السري انتقلنا لمرحلة أخرى على سعيد الدربدة المجلس الإقليمي على سعيد الدربدة وقدمت كل الترشيحات اللي جات من الفرع اللي جات من الفرع وكان بالصبورة وبقترع السري وكنت ضمن الأوائل كنت ضمن ثلاثة الأوائل على سعيد مدينة الدربدة فرفعت المقترحات إلى المكتب السياسي بطبع تحل المكتب السياسي عنده واحد صلاحي واحد الهامش ولكن يقدر يكون عنده الهامش لمرتب 30 أو 40 حقيقة لم يكن عنده هامش كبير لكي يعني يزيح مثلا الأول أو الثاني أو الثالث فجأت ترشيح وترشحت يعني القناعة ديال أن داخل واحد المعركة سياسية قد ندير الحملة بالإمكانات التي أتوفر عليها إمكانات بسيطة جداً لا تتجاوز الدعم الذي قدمه الحزب وأظن لم يكن مالي لم يتجاوز أظن 10 ألف درهم ومساهمات للمناظرين على مستوى الفرع وعلى مستوى وبعض المناظرين في الدربة اللي ساهموا بمبالغ مالية وقتها أحزاب أخرى ما حالك توصل الكلفة التي حملتها وقتها؟ كلفة ملايين يعني ماشي صحيح أنه في الاتخابات الأخيرة في المغرب بان بأن استعمال المال كان كبير ولكن في هذه المرحلة كان استعمال المال بشكل كبير جداً ويأخذوا صياغاً مختلفة نسبة كبيرة لدي الأعضاء كانوا شباب من الأعضاء الشباب الاتحادي على مستوى الفرع وكذلك بعض المتعاطفين معنا في المنطقة لأنه أنا ولد المنطقة رعرعت فيها كبرت فيها ودرست فيها من الابتدائي إلى الإعدادي في التناوي فحتى الجامعة الجامعة التي كلية التي اشتغلوا فيها اليوم أنا هي التي تخرجت بها حصلت منها على الإجازة قبل أن أواصل تعليمي في الدراسة العلية في الريباط في جامعة محمد خامس فإذا بالنسبة إلي كانت حملة بالإمكانات المتواضعة أولاً أنا حينما اقترح أنا إخوتي وصادقوا وصوتوا علي أنا أعتبر تذكر خطوة أولى وهذا التفاعل اللي كان مع الشباب مع المناظرين بطبيع الحال بحسب الإمكانات قمنا بحملة حاولنا أننا نغطي جميع المناطق وكان المنافسون من مختلف الأحزاب فكانت اليوم الأخير حقيقة اليوم دي التصويت كان 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 واحد اليوم نحن باقي وقتها بالنظام هي الاقتراع الفرضي الاقتراع الفرضي معناها مرشح الداخرة ومواجهتك مرشحين مرشحين لأحزاب الأخرى باسم الأحزاب ديالهم وكان كان حاسم يوم الاقتراع كان يوم الاقتراع أولاً درنا الحملة كانت ملاحظات كثيرة اللي سجلنا خلال حملاء بطبيعة الحال بطريقة الحملات ديال المنافسين إلى أخيره ولكن يوم الاقتراع هو يوم الحسن بطبيعة الحال ويوم الاقتراع كتباء القدرة أولاً ما هي القوة ديال كل واحد لدخل الانتخابات وكانت تجلد القوة القدرة على تغطية مكاتب الاقتراع في الدائرة ترصحت فيها كان عندنا تماماً لأنه هذه المعركة يعني المشكلة اليوم في الانتخابات هو أظن أنه ما كنتشي حزب لكي استطيع غطي جميع مكاتب الاقتراع وهذا هو المشكلة لما كنتغطيش مكاتب الاقتراع معنى أنه المكاتب فارغة إلا من الذين يشرفونها على التخابات يقدرون اللي يبغاوه فحنا عندنا 83 مكتب في الدائرة اللي ترشحت فيها 83 مكتب ماشي سهل لأنه خصك 83 مراقيم اللي غادي نبعلك في المكتب ديالت سويت وبالإضافة لأنك تغطي يخصم يكونوا قادرين يقوموا بالمهام ديالهم وشني المهام ديالهم هي يحرصوا على أنه العملية التم كما ينبغي كما هو مستر من ناحية القانونية ثم يغادروا المكتب حتى يكون بيندهم نسخة من المحضر ديال المقتراع ديال المتغال إلا خرجوا دوزوا النار كله وغادروا المكتب الجو طوال كيمكن قولوا ما عندمتا باشوات عرف رأسك بأنك أجبتي عشرة الأصوات ولا خمسين ولا مية ولا ألف وقدروا نأكد بأنه حسب معطية لي عندي ما عرفش تشي مرشح من التعجيرك ليستطيع يغطي جميع مكاتب ديال التصويت حتى المرشح الأخير لكن هو أنه نتابه هذا الأمر نتابهنا نحن في الحملة في الإدارة للحملة لهذا الأمر هذا ضمننا أننا نغطي جميع مكاتب التصويت ثم ننضمنا يوم تكويني ذوك النواب اللي غادي نوبوا عليها في مكاتب التصويت وغادي يعرفوا المهام ديالهم قبل أن نطلق عملية التصويت نبهناهم إلى أنه قبل أن نطلق العملية للتصويت يجبكم تأكدوا بأن النسخ ديال المحاضر الكافية موجودة يعني النسخ كانوا ثلاثة يمشون السلطات والجهات المعنية محليا ومركزيا ثم النسخ بحسب عدد المترشحين إذا كانوا عشر خص يكونوا عشر زائي ثلاثة فتوصلنا الاتصالات من عدد النواب اللي بينا بأنه يسألوا رئيس المكتب التصويت يقولون عن ديال ثلاثة النسخ إذن كينا إرادة منذ البداية لأنه تدوج انتخابات ونشيب حاله مدوك النواب ونزلوا اللي بغيناه فطريت كان ذكر أنا والأستاذ البزاوي لأنه كان مرشح كذلك في الدائرة الملاصقة مع الدائرة وكان هو برناماني سابق وشينا عند القاضي اللي كان مكلف رئيس نجمال إقليمي اشراف على الانتخابات فخبرنا هذا الأمر وكان يجب أن يدير المعاينة مباغتة دار معاينة فعلا تبهي لي بأنه ممكن سخط فأعطى أمر بأنه سخط الكافية تكون وهذه الأشياء هدرت عليها بتفصيل في الكتاب ففعلا بمجرد ما انتهت لفترات الاقتراع بعد ساعة ساعة ساعتين يعني الفترة الكافية للقيام بالإحصاء كان توصل بشكل متوالب بالمحاضر بدءا من يعني المكاتب حتى وصلت 82 مكتب إلا إلا المكتب مركزي كيف قاول الأخر؟ فعملية حسابية بسيطة كتبين بأنني أنا لست الفائز فهد القرار خديته في حينه يعني ما زلت أتذكر تبين لك مالي الفائز؟ كان دير عملية حسابية بنسبة إليه واش أنني عندي الأسوات بطبيعة الحال مني نجمع الأسوات ديال جميع المرسحين اللي كي لدي ماشي أنا اللي فائز هد السؤالي رح سعلي يا لأنه لي تبر بأنه فائز وزور ضده ومرسح ديال الإسلاميين أول مرة الانتخابات تماما تماما وفي ردود فعل اللي كانت أنا منذ ذاك كانوا كانوا يعتبر بأنه المشكلة كله تزيل في أنه خس المقعد يرجع لصاحبه وليس في مشكلة زوير ثم كان خس المرشح الذي رفضت زوير اللي هو أنا أنا داخلي الزورات إذا إذا أنت وصلت بأن أنت ميشي فائز أشنا هي الخطوة الموالية الخطوة أول أول قرار خديت أنا داك ومن لي وصلاتني الأصداء وقت متأخر من الليل؟ وقت متأخر لأنه تحطر ذلك المكتب مركزي المكتب مركزي ذات الساعة الأولى التالية التالية تدخلنا بعد منتصف الليل مع أن العملية حسابية بسيطة لأن المكتب مركزي تجمع فيه النتائج ذات المكاتب فرعية كان كينوب عليها في المكتب مركزي هو زوجة ديالي أستاذة فاطمة أحياوي طيب حال من يتأخر الوقت نريد أن المكتب يوجد في أحد المؤسسة العليمية في حي السلامة بعيدة شوية على مقر ديال الساكن نسبيا نريد أن نرى سبب التأخر أنا والمدير الحملة اللي هو سي عبد الله معاشه وأحد أعضاء الحملة هو خالي في نفس الوقت والذي كان مفرنا السيارة لكي نتحركه فمشينا فعلا لقوا بأنه وأنا في الطريق كنت كنت تصور الغلق الناس اللي تزور ضدهم ديرين احتجاجات ومسيرات ومتجمعين أمام المؤسسة لم أجد أي شيء نرقا بهم يعني المؤسسة فارغار إلا البعض اللي كي هذا وبعض أعضاء ديال رجال السلطة اللي كي في المحيط ديال ديال المؤسسة وكنت تاظروا ايضا نبين بأنه في واحد الوقيته في شي هامج ديال الوقت خرجات يعني الممتلة ديالي في المكتب ديال السويق ديال زوجي دي خبرتني قلت يا ربما كينشي كي عطلوا العملية ديال إحساء وراها كينشي عجنك لها أهم حاجة هو أنها متخرجية التقضي المحضر تقريبا تل تل حدود الساعة الثالثة صباحا كندون أو الرابعة إلى كل في هذا الوقت بقي مخرجاتش وبقي مخرجاتش النتيجة مني رجعت للسيارة مع المرافقين ديالي خبرتني ربما كنا نية ديالت زوير ولكن إذا كانت نية ديالت زوير لصالحي لن أقبل هذا المقاعد يعني قبل أنه فكان هذا هو القرار وبنسبة لي هو قرار ليس نسجم مع الاختيارات ما يمكنش نكونوا بعد ذلك نحن في الشعب الاتحادية أنا ذاك كنا نرافعين شعار ديال نزالة الانتخابات و كنا مع الشعار ديالتناوب الحقيقي هو الذي تفرز صناديق الاختيارات وهذه العبارة هذي هذه العبارة جات في البيان ديال الجنم ركزي ديال الشعب الاتحادية قبل ما يرجع عبد الرحمن يوسف في من كان فبالنسبة لي لا لا يمكنش نرفعه شعار و على المستوى العملي فكان بالنسبة لي مواقف بالنسبة لي كان عادي جيد إذا لم تتوصلت بالمتائل الرسمية في المكتب في المحضر المركزي يعني خدموا ذلك بواحد طريقة يعني كان الخبراء ديالتزوير بالنسبة بالفاصيلة بالأصوات بالتوزيع لأنه عملية صعبة من تتظور حيث عندك عدد المرشعين في 83 مكتب ديالتزويت ديالتزويت و تتبقى مونسا جيمان بالنسبة المئوية بالأعداد عدد المصويتين عدد الملغات خدموا ذلك الشيء يعني كان فريق الذي يشرف على العمال بادام خدوم فبطبع الحالة لم يكن إلا أن أرفض ذلك المقعد و أنا أنتمي إلى حزب على يعني على رأس كاتب أول و قيادة دياله وأنتمي كذلك لشبيب التحدي على رأس كاتب عام الشبيب التحدي وهو محمد الساسي فكان ضروري أن نخبرهم بما جرى هذه الليلة هذه الليلة خبرت عبد الرحمن ليس لي في نفس اليوم النتائج خرجت تقريبا في حدود ما بين ثلاثة ربعاء خمسة صباح ما يمكن أن تصل بالنسبة ثلاثة صباح بساعة أولى ديال الصباح خبرت للأصدقاء الإقراب في المنطقة في حدود سابعة صباحا بعض الأصدقاء هذا القرار الذي سأقدمه عليه أولا سأخبر القيادة للحزب والشاب والشاب و دائما كان لدي المشكلة ما هو الموقف الذي ستستخدمه القيادة الحزبية ستقبله ذلك الموقف ولكن اختيار كان عندي أنا حاسم قبل أن تدل الموقف أما تقبله أنا سأعلنه لأنني أنا لست برمانيا إلى نور فمباشرة رجينا لنا بعض بعد ما تصل بسي محمد الساسي طلقنا في المقر الوطني الشايب الاتحادية اللي كان هو مقر ديال 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 المشراء هذاك اليوم كان السبت أطلعت بعض الأخوة بالموضوع بعض أعضاء المكس بطني كانوا حاضرين وكان خسنا ندروا لقاء مع الكاتب الأول أنا فريبة اللي في الضربدة لأنه كان في نفس الوقت مدير ديال الجريدة وكان المقرد العمل دياله اليومي هو الضربدة وكي يجير مرة كيدروا اجتماع في الريبات كان مكتب الساسي مرة كيدروا في الضربدة فهو سيكون كان في الريبات هذه الليلة كلها رجع للضربدة لأنه هو السكن دياله فاتصلنا بالأستاذ خليد السفياني نظرا العلاقة قربة الجمعة يعني كيتواصل باستمرار مع 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 عبد الرحمن يوسفي فخبرناه وطلبنا منه يأخذ معه معه عيد مباشرة في صباح اليوم الموالي دون أن يطلعوا بالموضوع دياله لأنه سيطلعوا بالموضوع ومعرفناش ففعلا تصل به قال لي لابيت نشوفك في أمرين مستعجل فكان أول أول لقاء رسمي يعني كيدروا عبد الرحمن يوسفي بعد انتخابات هو اللقاء معنا في المقر الجريدة مكتب دياله في المقر الجريدة هو لم يكن يعرف من سيلتقي بالنسبة إليه سيلتقي خليد السفياني فإذا به كي يجي خليد السفياني وكين محمد الساسي وكين حسر نجمي كانت هو عضو مكسب وطني الشابة الاتحادية وصعابي مجرية الاتحاد الشلاكي لأننا نتلقينا معاة بمعد خبرناها ما خبرناش من الهاتف كان نحضر معنا محمد حمضي كان عبد العليم ستور كان دون وكان عبد الله معاشو وكان كان دون المخصر بن عبد اللهوي وفاطمة يحياوي ربما نستطيع أسماء ولكن هذا وفد وفد الشبيب الاتحادية على المرشح في مدخل المكتب التقينا مع السير الكبير البزاوي اللي كان مرشح كذلك في الدائرة اللي ملاسقة معي وكان برلماني سابق وهو أعلن عدم فوزه يعني أعلن أنه فهو بغيت كذلك ما عارفش وطلق معنا في المدخل أشغن عرفه هو جاي باش يبلغ الكاتب الأول بأن عدد مالاتحادين في الدربدة زورت لهم ويزارة الداخلية هذا هو فهو كذلك فوجيء لأنه دخلنا مجموعين ونتحق معنا يعني دخل معنا الاجتماع فأطلعت عبد الرحمن يوسي بالتفاصيل بالمعطيات إلى أخير انتها انتها تتكلمتي ماشي غير أنا بحدي تكلمتنا تكلموا عدد من الإخوة كانوا حاضرين يعني فوجيء بالنسبة إليها ما كانش ينتظر هاد تقول ابو الربا ماشي واحد إلى الزورولي غادي يخد المقعد ويضرب بسكتا فاش غا يدير وقلنا لي بأنه وراها ما في حسب معطيات لي عندنا واحد العدد من المور الشاحين في الدربدة فقط بلغ عدد يعني يتجاوز باش نقول لك هذا العدد يتجاوز عدد أصابع اليدين أو أكثر فا كان شوي دير تردد دير الإعلان على المنسبة إليه لأننا من اللي جينا نخبره ماشي جينا باش نخبره أولا من ناحية التنظيمية ومن ناحية السياسة ومن ناحية أخلاقية هذا كاتب أولا نخبره ولكن نخبرته بالموقف ديالي والهدف هو أنه يتنصر للموقف ديالي في الجريدة دير الحزب ديالي لأنه كانت تعملي ماشي أمرا سهل ندير تصريح ونخبره فبنع لي شوي دير تردد في البداية خاصة نسمع بأنه واحد العدد من الناس التي تعمل لهم ورجل بعد يعني بعد عودتي إلى المغرب بعد إجراء مجموعة من الترتيبات وكان يهيئ نفسه لكي يرعس حكومة التي ستحمل اسم حكومة تناوب التوافقي فإذا ما تم الموقف وكذا وقال تعطينا فرصة للجتمع الدين المكتب السياسي ونخدم موقف هذا فكان اعترد أنا اعترد أنا لا أعرف أولا نجتمع المكتب أولا نعقد غدا أولا أسبوعين أولا ما نعقد ثانيا أولا نعقد وكان شي موقف آخر هذا أمر يهمني بعدك بالدرجة الأولى ماذا شفاء الشخصية أنا نبلغ الرأي العام الحزبي والرأي العام الوطني والناخبين للدائرة اللي شاهدوا الإعلان في تلفازها الخبار بأنها دائرة مبروكة البلدية السلامة الفائز فيها وفلان إذا ما يمكنش وبمجرد ما تعلان الخبار في تلفازها أفواج للناس يجيوا للدار للوالدين لي المثير هو أنه كذلك تهاني المثير هو أنه عدد من الناس كانوا خدامين مع مرساحين الآخرين بمجرد ما تعلان الفواج لي جاءوا للدار سوما يباركوا يعني ينصر من صبح يعني ما كنش كانوا مع خصوم ما داروا تشري مبادرة ولكن جاءوا أمام المنزل أعداد غافرة من الناس إذا في النهاية لماذا انتهيت مع عبد الرحمن اليوسفي طلب هو باش تجتمع المكتب السياسي أنا أبناء نعم واحد لوقيته بغضب وتوتر قال يا عبد الرحمن اليوسفي لا إما الخبر رفض يخرج في العدد الغداء اللي تصاوبوا الجريدة حيث مجتمعي للحد والعدد سيكون اثنين وإما نخرج رأينا صعف مستقيلة نعطر على الموقف هنا ندخل حسن زميب واحد وقال بأنهم لا يرى أي تناقل ما بين أننا نعلن الحزب يعني الجريدة تصل رفض والمكتب السياسي بطريقة حل ما يجتمع العبارة اللي قال نجميه بطريقة حل لا يمكنه أن يكون إلا ضد الزوية ولكن المهم هكذا انتهينا العبارة التي أنهى بها المرحوم عبد الرحمن اليوسفي ذلك اللقاء حينما وقف لي ودعنا السلام حينما سلم عليه قال لي حفظك الله يا حفظ ذكرتني بأيام شبابي هذه العبارة التي قال و وتحميله يعني يعني مولا ف غادرت دون أن لأنه هو رئيس هو مدير ديال الجريدة كاتب أول فسقط مدير الجريدة ويفترض أنه يعطي يعني ضوء أخضر واضح ديالي تنصر فغادر الاجتماع تدست واحد المدة نظن وش ساعة 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 اللاروك إلى آخره فاتصل بحسن نجمي قال لي صفي نشر الرسالة نشر الرسالة هذا مكان ولكن نرى تكلمنا في الكتاب على بعض التفاصيل الأخرى التي سأعلمها بعد مروض سنوات من دريس البصري نعم سنعود لهذه التفاصيل التي أعطاك دريس البصري دريس البصري الذي يزور لك هذا ما سنعود له لك الصحفيين السيد ما زال على قيد الحياة وعدد من الأحداث خطيرة جدا والمتيرة تتار ولا يمكن أن لا تأخذ منه معلومة أو تسأله أو تجري حوار فأجرينا معه حواراته وكانت هي المناسبة التي نعم سنعود لهذا أخباراني بما جرى بعد اجتماعنا مع اليوسفي قبل أن يعد الاتصال بالجريدين نعم نعود لهذا في الحلقة القادمة شكرا جزيلا الأستاذ محمد حافظ الأستاذ الجامعي والمناضي السياسي